الثمن صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة تضافر جميع الجهود لاختنام فرصة المفاوضات الجارية بشأن غزة والأصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه والذي أشهد بدور مصر في جهود الوساطة وأكد الرئيس السيسي أن استمرار الحرب بالقطاع يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار منوها إلى مسئولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين وهو ما اتفق معه وزير الخارجية مؤكدا دعم بلاده الكامل لتلك الجهود واستمرار نشاطها المكثف بهدف إنهاء حالة التوتر الإقليمي الراهنة أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية مقدشو والذي أصفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين وأعربت مصر عن تعازيها وتضامنها مع حكومة وشعب الصومال وأسر ضحايا هذا الهجوم الإرهابي المشين متمنية الشفاء العاجل للمصابين وأكدت مصر على دعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب ومساعيها لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الصومالي الشقيق استشد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقتين سكنيتين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن تواقم الإسعاف انتشلت جثامين أربعة شهداء وعدد من الإصابات بينهم أطفال ونساء من تحت الأنقاض في شارع الهوجة في مخيم جباليا واستشدت فلسطينية وطفل وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في أرض أبو الستة في مخيم النصيرات وسط القطاع وقصفت مدفعية الاحتلال شقة ببرج النوري شمال المخيم مما أدى إلى اشتعال النيران في الشقة قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي إن جيش بلاده عزز مواقعه في كورسك الروسية بعدما يقرب من أسبوعين من تواغله في المنطقة ودع الرئيس الأوكراني حلفاء كييف إلى اتخاذ قرارات جريئة للسماح بتوجيه ضربات بعيدة المدى على الأراضي الروسية وقال زيلانسكي إن قائد الجيش أوليكساندر ساسكي أبلغه بأن القوات الأوكرانية واصلت تقدمها وأثرت أيضا المزيد من العسكريين الروس لفتا إلى أن العملية في منطقة كورسك تسير حسب الخطة الموضوع وأن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها وتعزيز مواقعها أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيال جراسي أن وضع السلامة في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا أخذ في التدهور بعد ضربة بطائرة مسيرة أصابت طريقا في محيط المحطة وأدف جراسي أنه ما زال يشعر بقلق بالغ مكررا دعوته لجميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والالتزام الصارم بالمبادئ الخمسة المحددة لحماية المحطة ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية قولها أن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت عبوة ناسفة على طريق يستخدمه موظف المحطة ضربا زلزال بقوة سبع درجات قبالت سواحل شبه جزيرة كاماشاتكا في أقصى شرق روسيا وفق ما أفادت الهيئة الإقليمية لرصد الزلازل وقالت وزارة الطوارئ المحلية أن الزلزال شعر به سكان المناطق الساحلية مشيرة إلى أن خطر تسونامي غير قائم وجاء في منشور للفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية في منطقة كاماشاتكا أن فرق أجهزة الإغاثة والإطفاء بصدد تفقد المباني وضرب الزلزال على عمق نحو 50 كيلو مترا قبال شبه جزيرة كاماشاتكا على بعد نحو 90 كيلو مترا إلى الشرق من مدينة بيترو بافولاسك كاماشاتكي وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل